ازاي العدسة بتثبت جوه العين بالأكسس بتاعها للناس اللي عندهم استجماتيزم يا دكتور هي العدسة ديت مش بتحطي كده في العين وبعد كده نشوف بيها طب ازاي بقى لها أكسس ولها رقم زاوية معين وتثبت في مكانها ده اللي هنتكلم عليه النهاردة تابعوا معنا ايه زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير دايما انت لو بتروح تشتري عدسة عشان تلبسها لعينيك عشان المظر ايه ايه او حتى للتجميل العدسة ديت في منها انواع ايه هنتكلم عن انواع المهمة او اللي تفيدنا في مجال الطبي ايه وهي الانواع اللي فيها ارقام ايه زي بسالب او بالموجب دي ما فيهاش مشكلة ودي نوع سفرج يعني جزء من كرة ما فيهاش اكسس لستجماتيزم ما فيهاش محور استواني كل اللي فيها ان هي جزء من كرة ودي عدسة طبيعية جدا منتظمة في كل الاتجاهات وممكن تشوف منها عادي جدا مفيش منها اي مشكلة سؤالنا المهم دلوقتي الناس اللي عندهم استجماتيزم ازاي بيلبسوا عدسات لسقة؟ في الحقيقة الناس اللي عندهم استجماتيزم فيه عندهم طريقين الطريق الاول هو طريق حاجة اسمها المكافئ البصري او الاسفيريكال اكوفلاند وده بالنسبة للناس اللي ارقامه مش موجودة في العدسات النوع التاني اللي هنتكلم عليه او ارقام الاستجماتيزم بتاهم بسيطة جدا جدا اما في حالة ان انت شخص عنده استجماتيزم فالمصنعين والشركات عملوا حاجة اسمها توريك كونتاكت لينس توريك كونتاكت لينس يعني عدسة لسقة لها محور العدسة اللسقة اللي لها محور ديت بتهتم بمحور الاستجماتيزم بتاعك يعني الاستجماتيزم بيوضعك داخل العدسة اللسقة لكن سؤالنا دلوقتي طب يا دكتور العدسة ديت فيها اكسس فيها محور المحور ده له درجة معينة طيب ازاي انا بحط العدسة جوه عيني وفي الاخر بشوف برضو طب المفروض العدسة دي بتلف جوه عيني يعني لو حطتها كده او حطتها كده حطتها كده يعني هي العدسة بتتحط والمفروض بشوف بيها على طول ايه اللي يضمن لي اني اشوف كويس وان اكسس ما يكونش متحرك في الحقيقة المصنعين منسوش ده وعملوا حاجة مهمة جدا ودي حاجة فيزيائية بسيطة خالص عبارة عن ثقل بسيط في العدسة بيكبر العدسة انها تدور لما تحطها حتى مش في مكانها السليم بتدور ويبقى الاكسس ده او الثقل ده لتحت فبالتالي الاكسس بتاعك ينضبط على المحور بتاعه طب هل يا دكتور انا احس بالتقل ده او دي حاجة ازيانية لا اطلاقا ده مالوش علاقة خالص بعينك دي حاجة بسيطة جدا جدا غير محسوسة بالنسبة لك لكن هي موجودة بالفعل داخل العدسة العدسة اسمها النوع توريك ذات المحور ودي مخصصة للناس اللي عندها استجمتازم يا رب كون معلومة النهاردة افادتكم ويا رب دايما على صحتكم مطمئنين ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ونفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى